فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال وكان مسجده صلى الله عليه وسلم مقبرة فجعله مسجدا بعد نبش القبور لما قدم المدينة عليه الصلاة والسلام ورحب به الأنصار وصاروا يطلبون منه كل حي يطلب منه أن ينزل عندهم ويأخذ بخطام ناقته عليه الصلاة والسلام قالت دعوها فإنها مأمورة فتركها تمشي حتى جاءت إلى أرض المسجد وبركت فيه فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقامها ثم مشت وعادت وبركت فيه ثم إنه صلى الله عليه وسلم استقر في هذا المكان وكان فيه قبور للمشركين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنبشها وجعل مكانها مسجده صلى الله عليه وسلم الذي بركت فيه ناقته عليه الصلاة والسلام هذا هو الأصل فدل على أن أماكن الكهر تحول إلى أماكن إسلام ولكن هذا تبعا للدليل هذا تبعا للدليل من الدليل ترجمة نانسي قنقر